بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ألا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في يعناكهم أعلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه فيه إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا تأته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عديم قالوا طائركم ما كم إن ذكرتم بل أنتم كوم مصرفون وجاء من أكسر مدينة الرجل يسعى قال يقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني أني شفاعتهم شيئا ولا يوقدون إني ذل في ضلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون كيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الغرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آدق الرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الكمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أننا عملنا ضريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن شاء نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا كيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لألكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معلين وإذا كيل لهم أنفقوا مما يرزكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نتعم من لو يشاء الله أعتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وسدك المرسلون إن كانت الله سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعني عدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم ألا مكانتهم فما استتاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرعان مبهين ليندر ما كان حيا ويحك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلطنا لهم مما أملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأقلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزن قولوا منا نعلم ما يسرنا وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلطناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر